بعد غياب لسنوات على الظهور بشكل أعلاني خرج جمال مبارك نجلو الرئيس المصري الراحل حسن مبارك بشكل مفاجئ في جنازة رئيس الإمارات خليفة بن زايد معزيا مثل قادة الدول. هذه الصورة تم تداولها قبل يومين ليخرج بعدها بيوم فقط في فيديو ناقلا بيانا عن أسرته. قضايا عدة تداولتها المحاكم المصرية منذ قيام ثورة الخامس العشرين من يناير عام 2011 ضد مبارك ونجليه. ولكنهم برؤوا منها جميعا إلا قضية واحدة حكم ضد ثلاثتهم فيها. هي قضية القصور الرئاسية التي أدانت محكمة النقض مبارك ونجليه فيها. وحكموا بالسجن المشدد لثلاثة سنوات وقرام بأكثر من 125 مليون جنيه مصري. بموجب القانون مشاهدين يحرم من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية. سواء بالتصويت والانتخاب لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة. الشهر الماضي ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته. ورفعت التجميد عن أصولهم. ذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن تلك العقوبات كانت غير قانونية. وأمرت المجلسة الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك. لكن جمال مبارك اختير بعد أكثر من شهر من صدور الحكم بالخروج أو اختار الخروج في مقطع فيديو مصور والحديث عن براءة والده وأسرته من تهمة غسيل الأموال. واختار اللغة الإنجليزية لتوصيل بيان الأسرة. مبارك In the name of my late father President Mubarak, on behalf of my family and for the historical record, I want to underline some essential points regarding our legal proceedings before the EU courts and beyond. Given the consistent international media campaign of forced allegations of corruption, it was unleashed against my family almost 10 years ago. My family has decided that we simply cannot stay silent anymore in the face of such persistent defamatory reporting. They have fully exonerated us and vindicated the position my family has held for over a decade. Confirming specifically that the EU sanctions against us were always unlawful. I'll follow by will. تابع جمال حديثه برسالة إلى والده الرئيس الأسبق حسني مبارك. Wallydi العزيز. لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي تم تخاذها ضدك منذ عام 2011 ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرأة لا لبسة فيها لك ولأسرتنا وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من عشر سنوات صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع تصريحات جامل مبارك أثارت ردودة فعل مثلا هنا نادو تقول أولا ألف مبروك على براءة ذمتكم مالية ثانيا الرئيس مبارك كل المصريين الشرفاء المستنرين يعلمون من هو ويعلمون تاريخه النزيه الشريف يده نظيفة خالية من الدماء والأموال المشبوهة ومدى حبه لأرض الوطن وأبنائه لذلك تنحى وحقنا دماؤهم حفاظا على كيان هذا الوطن أما هنا أحمد حامد يقول بخصوص بيان جمال مبارك اللي مش مكسوف من نفسه هو بيقوله ما ينساش أنه هو وأخوه وأبوه كانوا أخذوا حكم نهائي بالسجن غير قابل للطعن في قضية القصر الرئاسية يعني يا جمال أنت وعلاء وبوباكم الله يرحمه سوابء بحكم محكمة عبد الرحمن عياش يقول السؤال في كام وزيرة في الحكومة الحالية كانوا ممكن يبقوا أعضاء في تشكيلة وزارية يعملها جمال مبارك لو بجمال مبارك في مصر يكاد يكون الأنجح في استعادة كثير من مكاسبه التي خسرها بعد الثورة فيديو النهاردة نتيجة لشغل كثير بيتعامل من سنين أسامة جاوش جاويش يقول بيان جمال مبارك باللغة الإنجليزية وخطابه للخارج هو رسالة قوية من قطاع مؤثر من بقايا دولة مبارك لرأس السلطة الحالي لا أعتقد أن السيسي سيتعامل بهدوء مع ظهور جمال مبارك المفاجئ وبهذا الشكل المعد بشكل قوي أما هنا نبيل أشرف إذا كان جمال مبارك يتخيل أن أمريكا أو الأوروبيين سيحموه فهو واهم بأنهم غارقوا في مستنقع يمكن أن تضحي بمصالحها مع مصر فهو سادج وغيره كان أشطر وغيره كان أشطر المبارك محرومون بقوة القانون من أي نشاط سياسي لإداناتهم بحكم نهائي بات ونفذوه إثر حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الادعاء العام في سويسرا أغلق تحقيقا استمر لأحد عشر عاما للإجتباه بغسل أموال كان قد فتح بعد ثورة عام 2011 ذكر الادعاء وأنه تم تحويل 32 مليون فرانك سويسري إلى مصر عام 2018 وأكد أنه سيفرج عن المبلغ المجمد والبالغ 400 مليون دولار لم يحد الإدعاء لمن سترد تلك الملايين ولكن هذا المبلغ من الممكن أن يكون متعلقا بعشرات الأشخاص المنتمين للنظام مبارك من بينهم علاء وجمال بالإضافة إلى 45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم حينذاك مكتب المدعي العام قال إن خمسة منهم فقط ما زالوا قيدة التحقيق شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر